الكيلو ب250 جنيه تعالوا مع بعض نعمل نص كيلو ومش هيكلفنا 25 جنيه لانشون الفراغ هو من اهم الوجبات لسندواتشات المدرسة وكمان للفطار والعشاء وزي ما حضراتكم شايفين بسر المصانع وبدون اي مواد حافظة نركز مع بعض وصفة سهلة جدا وحلوة جدا وكمان النتيجة مضمونة 100% نصلي على النبي ندوس لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد هنجيب الخلاط بتاعنا وهنبدأ نضيف ربع كبية من الزيت ولو انتو حابين تستخدموا الهند بلندر هيبقى احسن بكتير بعد كده محتاجين 3 بضغط بس مش محتاجين لستة بقى ولا سبعة ولا الحاجات دي كل اللي احنا محتاجينه 3 بضغط يعني احنا كده اول حاجة ربع كبية من الزيت ولو 2 جنيه وتلات بضغط كده ايه 12 جنيه تمام كده احسبوا معايا وبعد كده محتاجين 5 مسلسات من الجبنة نستو وطبعا انا بستخدم جبنة اللي هي الحلوبة دي شريها من اولاد العثين ب32 جنيه اللي 32 كطعة يعني كده اقولوا مثلا 5 جنيه كمان جبنة نستو وبعد كده محتاجين معلقة صغيرة بصل بودر معلقة صغيرة توم بودر معلقة صغيرة بابريكا وممكن تستغنوا عاني الحاجات دي بخلطة الشيش توك من ماجي هنحتاج 3 معلق صغيرين من خلطة الشيش توك من ماجي ولو مش متوفرة مفيش مشكلة زي ما قلت لكم بصل بودر توم بودر وبابريكا ومحتاجين معلقة صغيرة ممسوحة من الملح عايز اقولكم الملح مصبوط 100% والطعم خطير جدا وبعد كده اقل كده من ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وبعد كده محتاجين دقيق الدقيق اللي هو الطحين انا بستخدم دقيق اسمه الاطيوب بحبه بصراحة جودة ممتازة هستخدم منه اول حاجة هضيف معلقة كبيرة من الدقيق وبعد كده هنضيف نص كوبية من الدقيق يعني هنضيف نص كوبية ومعلقة كبيرة بس كده طبعا انا بديكم المعيار والمقدار الصح علشان الوصفة تطلع نجحة ان شاء الله 100% وبعد كده محتاجين معلقة كبيرة من نشط دورة وبعد كده محتاجين مكعب من مرقة الدجاج ميجي او فاين فودز اي نوع بس طبعا لازم تكون مرقة الدجاج لان احنا بنعمل لانشن بالفريخة جماعة وزي ما حضراتكم شايفين كده بعد ما ضفنا المكونات دي كلها نضربها بقى في الخلاط كويس جدا وزي ما حضراتكم شايفين كده ضربنا المكونات في الخلاط بس انا بصراحة حسيت ان المكونات مش مضروبة كويس فانا قلتها في الهند بلندر وزي ما حضراتكم شايفين كده الهند بلندر اضعوا على اي تكتلات موجودة في الوصفة وممكن تحتاجوا كده معلقة او معلقتين كبار من الزيت علشان بس يكون الخليط الى حد ما فاكك شوية ممكن تستخدموا اي علبة سامنة عندكم الكباية اللي هي بتاعت زمان اللي كنا بنشرب فيها اي حاجة عندكم مفيش مشكلة هندهنها زيت وبعد كده هننزل بالخليط بتاع اللانشن بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت وبعد كده هنخبط الكباية كويس علشان لو فيه اي فراغات تنزل تحت وتختفي تماما وبعد كده هنبدأ بقى نغطي الكباية دي باي حاجة عندنا وممكن بلاش اصلا انتم مش عندكم الحاجة دي الورق ده مفيش مشكلة خالص وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين هنجيب صنية كده هنملة يعتبر نصها من الميا وطبعا انا كده حبيت ان انا احط كمان ورقة علشان ما يدخلش ميا خالص لو ما عندكوش ممكن تحطوا طبق سلستيل ولكن خدوا بالكم ان ما يعديش ميا وطبعا علشان الكباية ما تبدأش انها تتحرك والميا بتغلي انا حطيت تقلي كده شوية حلة وطبعا يا جماعة علشان الالومنيوم ما يتفعلش مع الاكل يا ريت نضيف معلاءة كبيرة من الخل هنضيفه للميا وبكده ما فيش اي تفاعلة يحصل مع الاكل بتاعنا خالص وهنسيبه يا جماعة لمدة ساعتين على ميا مغلية ولو الميا بدأت انها تقل هتزوده ميا تاني وزي ما انتو شايفين انا بعد ساعة كده حسيت ان لسه طبعا ما استواش زي ما انتو شايفين واستنيت كمان ساعة بالضبط ساعتين وما نوطيش النار خالص وبعد ساعتين نطلعه من على النار كده وزي ما انتو شايفين يا جماعة وزنية طلع تلتمية تسعة وتسعين تلتمية تمانية وتسعين جرام يعني ربعمية جرام يا جماعة هنسيبه يبرد خالص ممكن نحطه في التلاجة كده ساعتين وبعد كده بقى هنقطع عايز ان تقطعه كده تخين زي ما انا قطعت ما فيش مشكلة عايز ان تقطعه له اي خالص ممكن تستخدمه مكنة النيسر ديسر وصفة سهلة اقتصادية موفرة وتعموها حلوة جدا وتحدي اشوفكم على خير اقدروا ما جودنا دوسوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة السلام عليكم